البيت الأبيض يعلن أن واشنطن لا تعتزم إعلان أي سياسة جديدة بشأن أوكرانيا واستخدامها صواريخ بعيدة المدى يأتي ذلك والرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء البريطاني يتباحثان هذا الأمر بعد أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من السماح لأوكرانيا باستخدام هذه الصواريخ معتبرا أن ذلك يعني دخول دول حلف شمال الأطلسي في حرب ضد روسيا ما حقيقة ما يحدث في البيت الأبيض وهل سيقحم الغرب نفسه أكثر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما هي خيارات بوتين للرد في حال حصل ذلك موسيقى الرئيس الروسي هذه على التسريبات التي تتحدث عن رفع القيود الأمريكية المفروضة على أوكرانيا على استخدام الصواريخ بعيدة المدى فتحت الباب لكثير من السيناريوهات حول كيف ستتفعل روسيا مع الضربات باستخدام أسلحة أمريكية داخل أراضيها من المستحيل معرفة في ماذا يفكر بوتين لكنه لم يرد مثلا على قرار بريطانيا بتخفيف القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لأسلحتها بعيدة المدى ولكن بحسب المحللين فإن بوتين يرى في الولايات المتحدة نوعا مختلفا من المنافسين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تجاوز الغرب الكثير من الخطوط الحمراء التي وضعها بوتين من دون أن يلجأ إلى الأسلحة النووية ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنه سيفعل ذلك الآن رغم التهديدات الكثيرة التي أطلقها خلال الأعوام الماضية يتم دفع الدعاية النووية بشكل متزايد مؤخرا عبر تيليجرام من قبل القوميين المتشددين الذين يرون أن بوتين أصبح ضعيفا للغاية ومترددا في استخدام الأصول النووية لمنع نقل الأسلحة الغربية الأكثر فعالية إلى أيدي كييف يمكن أن تضرب روسيا المنطقة الخلفية لأوكرانيا دولا مثل بولندا ورومانيا وهما قناتان رئيسيتان لإمدادات الأسلحة الغربية لكن المشكلة بالنسبة لبوتين في هذا السيناريو أن هذه الدولة هي أعضاء في حلف شمال الأطلسي وأن الهجوم عليها قد يؤدي إلى تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف وشن حرب مع روسيا يعتقد محللون أن بوتين قد يختاروا بدلا من ذلك عمليات تخريبية سرية للبنية الأساسية الغربية أو تشجيع إيران ووكلائها على مهاجمة الأصول الأمريكية والبريطانية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط ولمناقشة هذا الملف أرحب بداية بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية في جامعة جورج ميسن من واشنطن على أن تلتحق بنا الدكتورة إلينة سوبولينا المحللة السياسية والخبيرة في الشأن الروسي أبدأ معك أولا دكتور الشرقاوي البيت الأبيض يقول أن سياسته اتجاه أوكرانيا لم تتغير بعد تقارير إعلامية كثيرة أكدت عكس ذلك هل هذا يعني أن المباحثات بين بايدن ورئيس الوزراء البريطاني تتجه لعدم السماح لأوكرانيا باستخدام هذه الصواريخ الصواريخ بعيدة المدى؟ ليس هناك نية لا للإقرار أو لمنع الأوكرانيين من استخدام الصواريخ بعيدة المدى وينبغي العودة إلى الموقف الغربي موقف حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة غادة بداية الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير 22 حلف شمال الأطلسي لا يعتبر نفسه طرفا مباشرا في هذه الحرب ولا يريد مواجهة مع الروس ولا النزول إلى الميدان وإنما يكتفي بدعم أوكرانيا وحكومة زيلنسكي عسكريا وسياسيا وأيضا إنسانيا لذلك الآن القراءة تختلف البيت الأبي يتمسك بأنه لا يغير استراتيجيته الأصلية لكن طبيعة الصراع وتطوره في العامين ونصف العام الماضيين شهدنا تحولا مهما أن هناك تدرج متعالي في مستوى الدعم الغربي لأوكرانيا بدأنا بمجرد العقوبات على روسيا ثم بعض الأسلحة الخفيفة على أمل أن الجيش الأوكراني يحقق الغاية المنشودة بتحرير أراضيه من الغزو الروسي لكن مع مرور الوقت أصبحنا أمام صراع ممتد وهنا تبدأ المواقف والاستراتيجية تتغير تدريجيا إلى أن نصل إلى أقصى درجات التصعيد في المقابل الكريملين يرى ويعتد بأنه ما دامت هناك قدائف وصواريخ ومفرقعات غربية تصل العمق الروسي هو يعتبر أن الغرب الآن عدة لعدة للدخول في الصراع مع الروس بمعنى يعتبر الغرب طرفا مباشرا فقط القراءة تختلف لكن ديناميات الصراع هي على غير كل الصراعات السابقة تبدأ بالتريت وعدم التصعيد لكن تصبح ضرورة التصعيد وتطوير مستوى التسلح يزداد مرحلة بعد مرحلة خاصة وأنه صراع لا يمكن أن يخضع للمعادلة الصفرية بأن يكسب هذا الطرف ويخسر الطرف الآخر لذلك نجد الآن الصردية الغربية لا يمكن أن يخضع لهذه المعادلة مع أن نشاهد أن الطرفين كل واحد يشحد سواء من ناحية الأسلحة أو من ناحية التقدم كذلك الأوكراني في العمق الروسي أو العكس تقدم الروسي يعني لماذا لا يمكن الحسم؟ لا يمكن الحسم لعدة اعتبارات أولا ميزان القوة يبقى متأرجحا طول الوقت وليس هناك غلب لا للتفوق الروسي ولا لتفوق أوكراني بدعم غربي أيضا الغرب طبعا في مقر الحلف في بروكسل لا يريد أن يدخل وينبغي أن نتذكر أيضا أننا قضينا عقود طويلة في النسف الثاني من القرن العشرين على إيقاع الحرب الباردة دون إطلاق رصاصة واحدة بين السوفيات والغربيين سواء كان أوروبيين وأمريكيين أعتقد أن إدارة الحرب في أوكرانيا لا تخرج عن هذه الاستراتيجية أنه لا يكون هناك احتكاك أو مواجهة مباشرة بين الروس والأوروبيين والأمريكيين لكن أدكتور الشرقوي هل هناك جهة معينة في هذا الصراع؟ ربما هي مستفيدة من هذه الحالة المعادلة الصفرية أن يبقى الحال على ما هو عليه للأسف ليس هناك حتى هذه الساعة وقلت هذا في شهر أبريل من عام 22 لن تكون هناك معادلة صفرية ولن يكون هناك فائز لا سياسيا ولا عسكريا بمعنى آخر أن الروس يعانون العقوبات يعانون فقدان مجموعة من الأسواق بالنسبة للنفط والغاز الروسي الأوروبيون يعانون مستويات عالية في استهلاك الغاز واستهلاك أدوات التدفئة هناك تضخم أيضا في الولايات المتحدة هناك أزمة حبوب بالنسبة للشرق الأوسط الذي يعيش على الصادرات من الحبوب الروسية والأوكرانية من العراق إلى المغرب كلها مضاعفات سلبية سواء بالنسبة لأطراف الصراع المباشرة الأوكرانيون والروس أو الأطراف غير المباشرة الولايات المتحدة وأوروبا وحتى بقية الدول لذلك ما نحتاجه الآن هو تغيير هذا النسق بمعنى بدل عسكرة الموقف ينبغي أن تنفتح العقول في الكريملين وفي البيت الأبيض وفي مقرحه في شمال يطلسي على الخيار الدبلوماسي نحتاج لمفاوضات سنفصل في هذه الخيارات في الخيار الدبلوماسي والخيار العسكري كذلك انضمت إلينا الآن دكتورة سوبونينا مرحبا بك مجددا دكتورة سوبونينا من وجهة نظر الروسية كيف تفسرين إعلان البيت الأبيض عدم تغيير سياسته اتجاه أوكرانيا بالرغم من أن تقارير إعلامية راسينا نيويورك تايمز وعدة تقارير أخرى أكدت أن البيت الأبيض وبريطانيا تجهان في دعم أوكرانيا في هذا الخيار مساء الخير روسيا تعتقد بأنه الآن نحن وصلنا لحد خطير جدا وهو أنه الوضع يتحول للأزمة في أوكرانيا للمواجهة مباشرة ما بين روسيا ومنظمة حلف ناتو وخطورة هذا الشيء هي موجودة من زمان ولكن الآن هذه الخطورة قد زادت تصريحات سيد بوتين اليوم كانت صارمة جدا وحادة وهو يقول أنه ليست أوكرانيا بنفسها تتصرف الآن على الجبهات ولكن هناك صور من أقمار صناعية أمريكية هناك صواريخ بريطانية وألمانية هناك مضادات أمريكية ومن غيرها من دول منظمة حلف ناتو فكل هذا وخاصة المعطيات الأخيرة أنه بريطانيا تطلب من أمريكا أن توافق على الضربات في العنق الروسي كل هذا يتطلب من روسيا أن ترد وضيفكم الآن قال أنه من الضروري أن تنفتح العقول وعسكرة الموقف هي خطيرة ولكن ما نراه على الجبهات وما نراه في السياسة الكبرى للأسف هي عسكرة الموقف بوتين قال إن استخدام أوكرانيا الأسلحة أو أسلحة بعيدة المدى سيعني أن بلدان النيتو والولايات المتحدة هي في حرب مع روسيا من واقع خبرتك كيف سيرد بوتين وما هي الدول خاصة من النيتو التي من الممكن أن تكون هدفا لروسيا في حال طبعا تم الموافقة على هذه الخطوة خطوة سماح لأوكرانيا باستخدام هذه السواريخ نحن نعرف أن هناك خارطة كاملة وفيها مواقع روسية حساسة أكتريتها مطارات تستخدم نعم تستخدم في هذه المواجهة العسكرية ولكنها مطارات في داخل روسيا بالإضافة لعدة مصفات النفط وعدة مصانع بتكرير النفط أوكرانيا وزلنسكي يريدون أن يوجهوا ضربات على هذه المواقع الحساسة إذا حدث ذلك فأكيد على روسيا أن ترغض ليس فقط على مواقع في أوكرانيا من زمان بعض خبراء في روسيا يتكلمون حول مطارات في بغندا في رومانيا ولكن إذا حدث ذلك فإذن هو بمثابة إعلان الحرب الشاملة فنحن الآن خلال أيام محدودة أعتقد نستطيع أن نقترب أكثر من هذا الخط الأحمر نستطيع أن نحل هذه المسألة بطرق سياسية الاقتراب إذن من الخط الأحمر تقول دكتورة سوبونينا دكتورة الشرقاوي البيت الأبيض قال كذلك أنه يأخذ تهديدات بوتين على محمل الجد كيف نفهم هذا الأمر هل هو إبداء تخوف أمريكي من روسيا أم هو إعلان عن استعداد عسكري وسياسي ربما لهذه التهديدات قبل قبل الأوكران ومقر الخشي تم استهداف أمريكي 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 يؤشر أمريكي القتالية أمريكي أمريكي الرئيس أمريكي الصناعية حقيقية ستكون في غاية أهمية دكتورة سوبونينا ردا على تحذير بوتين قال رئيس الوزراء البريطاني إن روسيا هي التي بدأت هذا النزاع وهي التي غزت أوكرانيا بشكل غير مشروع وبإمكان روسيا أن تضع حدا لهذا النزاع فورا بحسب تعبيره هل هذا التحول المرتقب في حال طبعا تم السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى هل هذا سيدفع بوتين السلمي خيار التفاوض بالعكس حسب ما عرف تصريحات سيد ستارمر رئيس الوزراء البريطاني أثرت غضب رئيس بوتين بشكل كبير وهي أحد أسباب تصريحات بوتين اليوم الموجهة لدول الغرب لأنه بوجهة نظر روسيا كانت هناك استفزازات دائمة ومتعددة وكما كانت هناك حيل متعددة من قبل دول الغرب حتى من خلال محدثات منسك حول مصير مناطق في شرق أوكرانيا فروسيا تعتقد أن هذه استفزازات وعدم احترام لمصالح روسيا في المجال الاستراتيجي والأمني هي سبب كل هذه الأزمة طويلة المدى هل ليست روسيا بمعنى أن قبل الاستفزازات كما نعلم جميعا البداية كانت من روسيا بشكل منطقي هي التي بدأت هذه الحرب لا بالعكس هناك مشاريع عسكرية ما بين القيادة الأوكرانية ومنظمة حلف ناتو وهذا على الحدود مع روسيا هناك دائما كانت مشاكل في مواضيع متعلقة بترانزيت النفط والغاز عبر الأراضي الأوكرانية فهناك عدم الاحترام للناطقين بالغة الروسية في أوكرانيا فإذا أكثر من سبب قد ظهر مباشرة بعد توفقه كالاتحاد السوفيتي وللأسف دول الغرب كانت تحرد خيادات أوكرانية مختلفة على اتخاذ مواقف صلبة وأنا اسمحوا لي بس أن أختلف مع دكتور شرقاوي في نقطة مهمة وقال أنه لم تكن مفاجآت في هذه الأزمة أنا أقول كانت مفاجآت متعددة مثلا روسيا كانت تراهن خاطفة مثل ما صار مع جورجي في عام 2008 هذا من إحدى المفاجآت بالإضافة لمفاجآة كبيرة لدول الغرب أن الاقتصاد الروسي ما زال لغاية الآن مستقر وصلب ومتين هذه هي مفاجآة مهمة ولكن أيضا بوجهة نظر روسيا حجم المساعدات الغربية لأوكرانيا شكل مفاجآة دكتور الشرقاوي لك طبعا أن تعلق على ما قالته دكتور سوبونينا لكن الإعلام البريطاني ذكر بأن بايدن مستعد للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بريطانية وفرنسية تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية ولكن ليس الصواريخ المصنعة في الولايات المتحدة هل هذه الاستراتيجية الأمريكية ربما المقبلة ربما يريد بايدن توريط حلفائه والبقاء هو في منطقة الأمان إن صح التعبير اجتماع رئيس الوزراء البريطاني اليوم مع رئيس بايدن في البيت الأبيض يعكس مفارقة جديدة أنه عادة كانت واشنطن هي التي تحاول إقناع الأطراف الأوروبية إلى هذه الاستراتيجية خاصة عندما كان مستشار ألمانيا أولف شولز يزور الولايات المتحدة اليوم نرى العكس تماما أن بايدن هو الذي يقع في موقع من يسعى رئيس الوزراء البريطاني لإقناعه بإطلاق يد الأوكرانيين في استهداف أكثر من موقع داخل العمق الروسي والبريطانيون الآن أصبحوا هم بمتابة السقور إذا اعتبرنا أن عدم التدخل أو عدم السماح بهذا القصف المباشر يمكن أن نعتبر أن الموقف الأمريكي يقترب من موقف الحمائم فهذه مفارقة ينبغي أن ننتبه إليها لا شك أن البريطانيين يدركون أن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا تقع على الأوروبيين من الألمان ومن البولنديين ومن الإيطاريين وهل المجرع على كل القارة فهم أكثر وعيا بينما الرئيس بايدن في الولايات المتحدة وهو الآن يواجه الانتخابات وهناك مرحلة إلى البيت الأبيض هو الآن يريد أن يتريد أن لا يزعز على الأوراق أو أن يبعطر أي ورقات بدأ العمل بها فنلاحظ الآن أن الموقف الأوروبي هو الذي يشجع على أن هذه التفصيلة تفصيلة الانتخابات وبايدن سيظل لمدة قصيرة الآن هل يعني أنه لن يتم اتخاذ أي قرار يتعلق أو قرار مصير يتعلق بالحرب في أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة ويمكن إسقاط نفس الملاحظة ليس على الاستراتيجية الأمريكية إزاء الروز أيضا على حرب غزة على عدد كبير من الصراعات سواء كانت المعلنة أو الخفية أغلبية الأزمات الدولية التي تجد الولايات المتحدة طرفا فيها أو لها تأثير معين لن تتغير الأمور إلا ما بعد الانتخابات بمعنى آخر علينا الانتظار إذا كان هناك تطور قد يكون ما بعد العشرين من يناير خمسة وعشرين عندما يظهر شخص جديد في البيت الأبيض يحل بدل بايدل لا أرى أن الاستراتيجية الأمريكية تراهن أو تجازف بأي تغيير فبالتالي عندما نشهد هذا الانزعاج داخل الكريملين وعندما يتحدث بوتين بهذه النبرة هو فعلا يصب جامع غضبه على أن البريطانيين الآن هم أكثر دعوة إلى اتخاذ نوع من يعني بمعنى عطاء الضوء الأخضر أكثر فأكثر للأوكرانيين على أساس انتهازية إمكانية استهداف العمق الروسي والاقتراب مما قد يكون شبه معادلة صفرية أو على الأقل رد الاعتبار بالنسبة لما حدث خلال العامين بمعنى آخر أن الروس عليهم أن يعيوا أنهم لا يستطيعون الحسم والأوكرانيون من حل آخر قد يخلقون المفاجأة كما حدث في كورسك دكتورة سوبونينا هناك تعاون متزايد بين موسكو وطهران وكوريا الشمالية أيضا في المجال العسكري أقصد ومنحت طهران صواريخ باليستية لموسكو حسب المصادر الأوروبية طبعا ألا ترين أن هذا الأمر يمنح الغرب ربما شرعية في السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى والله ما قلتم هو بغاية الهمية لأنه أنا برأي هذا هو التفسير لشعيعات غربية حول التعاون العسكري ما بين روسيا وإيران دول الغرب تحاول شيطنة العلاقات ما بين روسيا وإيران وأيضا كوريا الشمالية أخبار هذه حول صواريخ باليستية نفاها كريملين ونفاها وزير خارجية الإيران الجديد سيدة أباس راخجي فإذن لماذا دول الغرب تروج هذه الشائعات أنا أعتقد أن هناك أسباب عدي بما فيها ما ذكرتم وهو يعطى مبررات لأنفسهم بتعميق التعاون العسكري مع أوكرانيا لكن التعاون العسكري الإيراني الروسي ليس بالأمر السري على الأقل مثلا أذكر على سبيل المثال المسيرات الإيرانية يعني مستخدمة في هذه الحرب حتى هذا شيء غير مؤكد رسميا ولكن صحيح محللون عسكريين حتى روس يؤكدون وجود مسيرات إيرانية ولكن ني أعرف أن التعاون العسكري ما بين روسيا وإيران لم يصل لهذا الحد حتى في موضوع سبقة سو 35 الروسية وبيع هذه الطائرات لإيران هناك ما زالت بعض الصعوبات فإذن السؤال لماذا الآن ظهرت هذه الأخبار وشائعات فأحد الأسباب مثل ما اتفقنا هو التعاون الأمريكي والبريطاني وأوكراني وسبب آخر محاولة من دول الغرب تأثير على دول الخليج العربية وتخويفها بالتعاون ما بين روسيا وإيران ولكن المحادثات الأخيرة التي أجرها سيد لابروف وزير خارجية روسيا الآن في الرياض أثبت بأن حتى هذه المحاولات قد فشلت من قبل دكتور الشرقاوي هل يتعلق الأمر فعلا من وجهة نظرك أن هناك تعاون استراتيجي بين إيران وروسيا وكوريا الشمالية أم الأمر يتعلق كما قال الدكتورة سوبونينا بشائعات أو دعاية يروج لها الغرب لإخافة بعض الجهات وذكرت تحديدا كذلك دول الخليج من زاوية عسكرية من زاوية اقتصادية هناك مؤشرة تؤكد أن روسيا والصين ينتنزعان نحو تشكيل محور الشرق الجديد والقوة فيه هي محاولة تحدي هذا الغرب سواء في حلف الشمال الأطلسي أو السيطرة أو القيادة الأمريكية لهذا الحلف وهذه أصبحت الآن مسألة تابتة استراتيجيا بحكم التنافس وما يكشف هذا التنافس بين الصين وروسيا من ناحية وإن لم يصل بينهما التعاون إلى مستوى حلف متكامل لكن الإرادة في بيكين وموسكو هي العمل سويا واستقطاب عدد من دول الخليج ونضيف إليها أيضا دول بريكس الجديدة هناك دول أفريقية وهناك أيضا الأرجنتين على بعد عشرات الآلاف من الأميال هذا التوجه يعطي للصينيين وللروس القناعة بأنهم يستطيعون أن يكونوا كتلة وأيضا أنهم يستطيعون أن يمدوا يدهم إلى ما يعرف بعالم الجنوب على أمل أن الإطار الذي يوحد كل هذه التحركات مواجهة الغرب والحد من الهيمنة أو من النفوذ الأمريكي لكن هل تضمن روسيا أو الصين قدرة الدول الأخرى على المضي قدما في هذا الحلف أعتقد هناك بعض الخيارات أو بعض الحدود التي ينبغي أن نقرر بها لذلك نجد أن حتى إذا ركزنا على التعاون العسكري بين الصين وروسيا نجد أن دائما هناك تحفظ صيني بعدم تقديم كل ما تطلبه روسيا وليس هناك دكا التعاون التلقائي أو العفوي المباشر هناك تحفظات وأعتقد للأسف أن الرئيس بوتن في الكريملين يشعر أحيانا بنوع من الإحباط أو من الخيبة لأنه يريد كل هذه الدول أن تشكل ما كان بمثابة حلف ورسو مقابل حلف شمال الشمال الشكرا لك دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية كنت معنا من واشنطن والشكر كذلك للدكتورة إلينا سوفونينا المحللة السياسية والخبيرة في الشأن الروسي كنت معنا من موسكو مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لملاقشة ملف تعديلات القانون الجنائي في مصر ابقوا معنا